السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكون قنصتنا من الغذي أنقذيني من انتقامي والبارد الحادياش فزيت الصباح لصوتهم ببرة وهم مخبوصين ما أعرف شدي يصير وراء شوية طلعونا من الغرف فقالوا وراح نطلع من هذا المقر صار مو أمين وهنا نضحك عليهم وندعي يجي الجيش خلصنا منهم كانوا مخبوصين ويتراكضون أكو قسم دكاترة ويديعالجون المصوبين وديرا اهتراكضون أكو قسم وقسم يركضون يحضرون لطلعتنا وصايرين حال هوسة الخوف كانوا مبين على ملامحهم اكتسمت بداخلي وأنا أشوفا رهبتهم من الجيش العراقي اشقدت نشفو نبشو ريشاتهم علينا بس بوصول الجيش العراق قاموا رشفون وأنا عاين على الوجوه وعلى اللي يصير يصير جذب انتباهي وهو قاعد على الأريكا ومندمج رأسه يعاين عن الألقاء وقاعد ياما واحد يضمد بجرحة اللي كان ينزف وإذا ما تنشاف من الحمار الدم عاصة بيده بقوة وقاتب الألم بداخله وعادت وجهي عنه ونفسي قام تلعب من الدم بس تلقى رجع نظري ورجعت أعاين عليه لقيته يدحك لي وعيونه حمرأكو حشي بعيونه ما افتهمت على رقم المسافة اللي كانت بينناتنا بس نظرات عيونه من فضوحة متروسة قهر وألم مكبوتة بداخله ومعكووس علي نظرات عيونه قمنا نتحظر حتى الروح المقر ثاني هما أمجهزي حسب ما سمعت كان بعشيقة هجدها عشي ربطنا احنا واحدة وياء والثانية ابحب المثل السبايا او احنا جنة فعلا سبايا قاموا يجربينها بقوة وصعدنا بالسيارة وطلعنا التفتت على المقر وقمت عاين جرحاهم اللي داي عاجون بهم لو أول التفتت حتى عاين عاينة لقيتهم من ضمدين جرحا وكان واقف داي لبس قميصة ضلت عيوني علي والسيارة تتحرك لحد ما ارتفع المنظر قدامي وصار اللي ظاهر قدامي عوني هو بس أشجار الموصل متميزة بخضارهم متخلخل ضواء الشمس من خلالها كل هذا زادها جمال وصلنا للمقر الثاني بعد حوالي ساعة فتحوا النا الباب جروا انه هم مثل السبايا هم نفس الشي حبسونا بغرفة فارقة ما بيها تبريد ولا برنكة بس الجوشان بيبرودة أحسن من ذي ايام تموز اللي عايشيها على الهواء الحار ومنتظرين للفرج مرة الايام عادية وصلنا الشبه راح نستقرب هذا المقر يوميا نفس الروتين نفس التعذيب اللي تعودنا عليه منو وصلنا لهذا المقر قبل شهرين واليوم شحب لون وجشي وجسدي صار ضعيف ما ناكله هواي بس حتى نعيش دو هما يجبروني دو يجبروني حتى ناكل بس يطلعون انذبه لان الله يعلم شنو مصدرة حيلي بعد وقمت بس اتحرك شوية اتعب قاعدة برا الغرفة لان سمحونا شوية نطلع نشتم هوا قاعدة على المصطبة وعاين بالفراغ عاكس داخلي الفوضوي اللي اريد يوصل النقطة تخلصني من المصيبة ومن وجع القلب اللي يتابني شعور الشوق اللي بداخلي اقنع نفسي واقولان هذا مجب بس لان كان يدافع عني وبعد ما راح صاروا يدقون بي بس بعدين اكتشفت هذا اكبر من انه وما اخذته كحاملية شوقوا بداخلي احسا يريد يتعدى قلبي ويطلع اللي برا اخيرا المرة شفته قبل شهرين كانوا مصوب ويعاقوموا جرحوا وانتقلنا لها الغير الموقع بعدها ما شفته يمكن فقدت الامل انه يرجع احتمال اقول مات والسحساسي ما يقول هاتشي ابد قبل صفناتي بدأ دقات قلبي اتسابع صار مغمع مقصب بطني وانا اشوف السيارة توقف قبالي كانت الجامعات بس دودات بس ما ادري شبي ان خبصت لما شفته فتحت البيبان وقفت على حيلي وانا اشوفه ينزل من السيارة وبطوله التغت عيوني الزرق بعيونه الخضر نظراته مليانة استقراب وهو يشوف جسمي المنهك الضعيف تغلب الشعور هو اجا علي يمشي بخطوات ثابتة وانا اهم بدون شعور لقيت نفسي امشي باتجاهها كانت عيوني مركزات علي بس ما اتغرب علي حس على نفسه وغيب نظراته وعبرني التفتت علي مرصدومة ليش عافني ليش كمل طريقة راح يتفاهم ويالواقف ده لنج راسي رجت راسي بأسه مشيت وانا ابتعد على المكان الواقف مشيت المكان اظلم بدون شعور نزلن دموعي رفعت راسي عاي لسمه واشكي ربي اسماء لا اعتراض على حكمك بس اللي دايصير اكبر من طاقتي انت الوحيد الاشتكيلك والشكور غيرك مذلة ابتليت بالبداية بعشق عباس واخذ الموت مني بعدين صرت مسببة مسبية عد ناس انذال وانت شاهد علي اللي يسوا بأهله بأهن انت حكيت عذريتي وهاي واحدها مصيبة من مصيبة وقلت الله انساندني ونهايتي وقعت بحب داعشي ما اريد احبا داعشي حبيت عمر العراقي الداعش الخاين ربي انتزع هذا الحب من قلبي ابعد عني وعن طريقي تعبد ترى لا اعتراض على حكمك يا ربي اهتز جزمي من قوة البشي سمع صوت ورايل هالدرجة انتي مهمومة عمر وما صارت المعركة قرب وحدنا وقرب وحدتنا تصوب وقرب وحدتنا تصوبت بها وباللحظة تخليت الموت قريب علي قلت ها هي راحة موتا مر شريط حياتي كبار وغمض تعيوني بس وراها قعدت المقوي فتحت عيوني يا ربي يعني انها الساعة يش معجزة هاي وراها انتقل المقار البعش غير كانت اخر مرأة اشوف اسماء بها بعدها راحنا على المقار يختلف عن مقار طاب جرحي والتهيت بالمعارك وقامت دولتنا تتوسع بس هاي جاي يقل العدد بس نلقى ثاني يوم جاي عدد شبير مبعوث من استمرت شهرين وانا من مكان مكان نص الحرب وهي بين عيوني بس اطرد افقاري بها واركز على انتقامي والدي ماي فارق بعدي طول ما انا احارب اتخيل اللي كتلوا ابوي يقبالي وطلع حركتي اكثر بالمعارك تنت انا افوز بحيث بحيث صرت قائد فريق وانا الدنيا طالعة من عيني والعيش ويا هذول مثل ضاقري حول وصخص صار ليش قدموا بس جولت قال عمر يردوك في مغارة بعشيقة لامير هناك عمر اي يلا قمت امشي بروح دا دا امشي حتى اصعد بسيارة تردد ببالي كلمة بعشيقة يعني راح اشوفها يعني راح ترد روحي لتفتت عليه قلت ليا يا مقر راح اروح قال بعشيقة اشبيك قلت ليا يلا امشي وصلنا للمقر بثمانية بالليل تقريبا وهي ما نزلت صارت بعيني على وحدة ضعيفة بعد مرة ذابلة قاعدة وتضحك على السيارة ركزت بها فعال الدقات قلبي وانا اشوف قاعدة جسمها مختلف حال ذبلانة ومنظرها ذبل قلبي اوفي وارتي لي شعور قمت تغرب عليها وهي هم تضحك على لايعونها بيهن حشي وتمشي بدون شعور وتتعثر قبل لا اوصل عليها دحك الامير بيباولي من بعيد عدلت نظراتي ومشيت عبرتها وقفت يوم الامير احات شعيني عليها هي دنقة ومشت راحت ورا المقران ظلت واقف تفاهم وياهم ويسألني عن ما ركز صارت بي وما خلصت رح تمشي عليها لان حالتها ابد ما تعجب مشيت فر المقر وصل 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 سماع الصوت النجار ونحيب سماع الصوت وهي دا تحجي وتبشي من مرض قلبي بس فجأة فتحت عيوني وانا اسمح دقول حبيت داعش حبيت عمر بقى كلمة 8 باذني وعت لن الصدمة شنو تحبني شوك تحبتني لا يارب اللي تسويها ماريد ينحب قلوبها علي وانا موتي يدور حولي باي شاعة باي ساعة اموتا بدون شعود غدمت حاج شاك قلبي بين الفرحان وبين الخايف يتلهم عقول هيتش مهمومة اندارت علي ومصدوم وفات عيون ه ام غورقة البارت الثاني عشر عموان من يوم ما ابتاعت عيني على الدنيا وفات والدتي بيوم جابتني وكبرت على الطائفية كتل ونهب وعداوة بين ابناء الدين والواحد كتله والدي ظلم قلوا له قلوا لا لان احنا سنة زرع هذا المشهد الانتعام بداخلي طول السنوات كبرت وانا يوم ورا يوم ويوم زاد الزاد الزاد القضب بداخلي جنت قليل اختلاط بالناس اللي بشغلي عائلة عمي لانو متفضلين على يوم وخليني بيتهم والظروف اللي كبرت بي نشأت مني شخص راسي ما عند احساس من عمر 8 سنوات لحد عمر 18 سنة بداخلي صخرة ما يحس بشي لحد ما يوم شفت قصرنا ريحان طالعة من المدرسة بصدريتها النظيفة العيني القضب ضفيرتها سالتها على كتفها واصل لخصرها وعيونها الزرق اللي تلالي من بعيد ومش تهي مش تهي اللي خلت يلبي يركض هاي المرة خلت طعام حياتي لاحق تشيتها ولا تغربتها صرت بس أراقبها من بعيد لبدت بس حتى تنتبه لي بس الثقل اللي بيها مطبيعي وراحها تشيت عمي وقررت اخطبها عسل علي ينطوني جهزت ورحت البيت لبنية وقتها زاد الغضب بداخلي والانتقام زاد عن وحدة وهاجرت من هاي البلدة وبعدها انضميت الحزب داعش قاتلت هناك واجيت للعباق وبديت بانتقام يوم من بعد عشر سنين رجعت والتقيت بنفس العيون العشاقت وانا مراهقتي جيت ما دفعت مشاعر رجعت ومبعثت من جديد حاولت وحاولت ابتعد عنها بس بكل مرة أشوفها تتأذى أتغذب وحميها بعدين اتفاجأت ما هي تعشق واحد وتعادت عنها شهرين وما رجعت لقيتها قاعدت تبتش وتشتكي ربها عن حبها إلي قولولو شسك التفدت التفدت علي وهو يسمع شهقات الطفول يناع معيونها أبغى تسمع بكل صدم وحزين قالت بصوت يرجف رغم كل اللي صار ما يحق لك تسوي هيت شي بابناء بلدك كان انتغمته تغبت مني كتله ووالدك مو كتلت أولاد أبرياء ما لهم ذنب دار وجه عنه هو يقول بصوت بارد وهذا لد دخلين ما لك علاقة وقام راح طلعت دائخة بيني وبين نفسي شنو أبوي رفض ذن شو وقت هاي أنا أبد ما شايفت تعرف يا ربي شا الحياة العتمة اللي عايشة هو تفكير قاتل ما كو حل كل الطرق مزودة يا ربي العون فزيت من صف انتي على صوت وحدة داعشية وهي تقول لا تقومي جري جرتني ودر نمشي للغرفة دحكت هم قاعدين وشعلين جمرة بيناتهم دسول فون دحكت قاعدوا يوهم ومنظل بالضحك هاي أول ما أشوف يضحك عاين علي ابتسم ابتسامة جانبية ابتسم اللي بجرني جرتني الورا قالت علي ما الصافر جاوبتها بجمود وصوت بارد ما كو شي يدي عني أنا طبرا واحد ترى أعرف أمشي قالت يما محد يقدر لجن عفتها ما جاوبتها ودخلت جوا نمت وسط أفكار متخلص متخلص قاعدونا الصباح الدنيا حيل بارد وملابسنا خفيفة قاعدنا نتراجف طلعونا ما أدري عجب رأفو بنا ووزعونا علينا بضل طوات أشكال هن مو حلوة بس يلا هم أحسن من ما كو ضحكت على نفسي الفراغ بين كشختي اللي أخذون شكم مبني يبيعون لحد الآن أنا برعاية من الرحمن مو أخذوني أكثر شي يأخذون الأزيديات القهر عليهم بس بنفس اليوم تيجي بعد سبايا أكثر من صرت بأمان أكثر لما عمر يجي للمقر قاعدنا الصبح مرق وما مجودي بس وزعونا الطوات وراحوا بغا كم بأس بس يحرسون المقر شوية للظهر بسياراتهم للمقر وقام ويضربون طلق بالجو أنا اختلت جول وحاط إيدي على أذاني وأصرخ بقوة عباري صار هجوم ما حسير غير عمر سحب إيدي ووقفني على حيلي قال شبيت شروحي لا تخافين إهدي ما كو شي أسماء هديت هديت إيدي من إيده وقمت إنها شهدت الحزن اللي بداخلنا وبداخل العباق ورجعت عيني بعيني قال ليش هل شي دت لات مردين قلبي علي مسحة أدموع وقلت لبصوت مبحوح ما كو شي بس انه بطت قال وهبطيني علي هاد من هذا شب ومي شابت وغسلت وجهي قال إشلو وصرتي بعدين تعالي إنتي ليش هل ضعفان ودبلان قلت له بنظرة حقد أشمأ زوان آكل من إيدي إيديان داعش قلت اكتل الشباب وظن أنا قلت له هيت شوه لو هو انقلبة عيون حمر جرني رجع للمقر شوار إيدي وأخذ السيارة وطلع دخلت للغرفة بدون شعور وقعدت في سبايا أدحك على البنات هاي شوكت إجاور أطلع خمس دقيقة وجعل الوجوح تختلف إلا أنا وكم بنت بقينا بهذا المقر وحتى صرمنا صديقات بس هم عددنا ديقل وراء شوية فتحت الباب صرحت نبني شوية أكبر مني قالت من وبيكم أسماء قلت لها أنا ليش قالت تعاي دب وضع ابو داخلي يا ربي اش راح طبر الشاب عيون اللي عود رحي وانا ساحبني قعدني على الكرسي وشمر علي العلاقة وراح عود أقله أكلي يالله هذا شبيف تحت العلاقة بيهج باسا ونسات وكهوات وكهوات عقد تحواج بعود هاي شنو بعدين ذكرت أنا قلت لم أك وما أكل من ايدي داعشية ضحكت على تفكير وطريقة أني طفلة ابتسم وجاب بطل ما وخلا يمي وهمس على كيف بشمال طائرات فجلت من المستحاد ذبيت العلاقة يمي وقمت أخذت بطل ما وشربته قوة طبيت للغرفة سمعت صوت ضحك ورايا قال يواش يواش هتوقعين ما جابته وطبيت ورشوية هم طلعوا البنات يردون كم ابني يشترون وقفنا السرعة واحد دحك أخذ وكم ابني وهم كالعادة الله نجاني ما أخذوني صاحت علي داعش يا من الموجودات قالت أنت شك وطلعين قلت لها مو أنت قولون طلعوا كلكم قالت لازم نسيتي أنت مشتريك عمر الكل ما كانت مثل ابني اللي فرحني من الجهة واللي حسسني أنا سلعة مشتريها من جالب آخر جريت نفسه وقلت يا الله على الأقل أحسن من دي يصير بالسبايل وجعنا دخلنا الغرف وضجت من قاعدة قلت خلي أتوسل بهم بل كي يخلوني أطلع أشتم هو وطلعت علي فتحت الباب الوقف على الباب شاف ندار وجه قال يا أختي ستري حالك أقدح واجبة أقدح واجبة وانا سمعي أحجي بالسوري نسيت أنا ما لابس النقاب رحت المكاني جبت نقاب رجعت قال شو بدك قلت لي بدي صفنت يا شو أخذني الواحس قمت أحجي سوري رجعت قلت أخت نقت بالغرف أريد أطلع أشتم هو هنانا أورف ما رح بعيد دحكني شوية بعدين قال طلعي إلا يشوف شوية وسمع صوت واحد وراي يقين يظلي الصاغ الجمال الصوت حتى نسيت التفت وعرف صاحبة سكت ذحكت وراي شفته هذا عمر إجي قاعد يمي قلت له صوتك حلو كلش قال كلشي حلو لجي العين اش فدو استغلي السكوت وهدأ قلت له عمر حبيبي قال عيوني قولي قلت لأريد هو انقلاب عيون حمال